أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منها إنه ليقوص ففور ولئن أذقناه نعماء بعد ذراء ومسته ليقولن ذاب السيئات عني إنه لفرع فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك ثاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدر ما يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معهم ولك إن ما أنتذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتراتهم ودوه من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لهم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحفظ ما صنعوا فيها وباطلهم ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويبدوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورغبا أولئك يؤمنون به ومن يقفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تقف في برية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يغرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الخالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبقونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا عجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله بالأولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يستطيعون أولئك الذين قصروا أنفسهم وغل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخصرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخفتوا إلى ربهم أولئك أسحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأسم والبصير والسميع هل يستريان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العظيم